السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي أوصيكم لغير الحاجة ومعرفة أن تقوموا بهذه الأعمال من باب النصح والتواصي بالحق والإحسان أولا صيام هذا اليوم لغير الحاج يكفر بشركم السنة القادمة والسنة الماضية كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الصحيح مسلم ومنها حبذ بعد صلاتي الفجر أن تبقى في مصلاك وتبقيني أختي وبنتي في مصلاك حتى تطلع الشمس وترتفع قليلا ثم صلاة ركعة الإسراء ثم لا تنسوا ركعة الضحى ومن زاد فأحسن إلى ثمان ركعات ولزموا ذاك اليوم يوم عرفة للحاج وغير الحاج لا إله إلا الله وحده لا شريك ألا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما صحانه عليه الصلاة والسلام أنه قال خير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك ألا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في هذا اليوم أكثر من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدق أوله باليسير وإن فطرت صائماً فلكاً مثل أجله لا تنسى ابتعاب عن الغيبة والنميمة والمشغلات وحب ذا تجتنب الجوال إلا للضرورة والواتس إلا للضرورة أغلك الجوال واتصل بذي الجلال أغلك الجوال يوم عرفه واتصل بذي الجلال وحب ذا سلامة الصدر بل تجب والمسامحة طلب المسامحة ممن أسان إليه وأيضاً نسامح من أساء إلينا مع بر الوالدين أحياناً ودوا لهم والصدق عنهم أمواتاً ولا تنسوا التكبير المشروع الذي صحنوا صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأيضاً الدعاء كثرة الدعاء والحرص على الإفطار مع الأسرة والدعاء قبل الإفطار يوم عرفه لغير الحاج فإن للصائم دعوة ما ترد أرجو من سمع هذا المقطع أن ينشره غفر الله له ذنبه غفر الله لمن نشره وأسقه من حض النبي صلى الله عليه وسلم وبيض وجهه وشرح صدره ترجمة نانسي قنقر